بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا شتغلت كثير وقررت اني يكافئ نفسي فقلت خلني بكافئ نفسي بسماعة حلوة شريت سماعة قيمتها بخمسمية وثمان وخمسين رياض تقريبا طبعا 3D للألعاب كامر وايضا الاشياء الثانية لكن هذه مركتها وهذه البرو طبعا شريتها من جرير طيب الان نفتحها ونشوف ش داخلها راح نستعرض وعطيكم تقييمي للسماعة طبعا الظاهر يجي معها ميكروفون مدمج موازن كاميرا طبعا هذه السماعة ها هي نشوف شنون شكلها طبعا تجي بسلك اللي هو و المايكرو ما اسمه هذا اللي هو ما اسمه الميكروفونات وفي هنا هذا شي ثاني أتوقع أن هذا المايك وهذا للسماعة أتوقع مدري طبعا تجي شوش شنون شكلها عليها عليها تقييمات كثيرة والناس يمدحونها خلي بالبسها وشوف ما لبسها جدا جميلة وتقريبا كنها عازلة للصوت شوي مريحة لكن أنا أهم شي الأداء هل هي تبتشتغل معي بشكل مغبوط هل تطلع الصوت بشكل واضح طبعا تجي هنا ب قماشات أو شي ما أدري هذي إضافية أو أنها تلبيثة يتلبس من هنا تلبسها بشكل هذي لكن أنا أتوقع أنها يعني تبغى تستخدم هذي أو تستخدم هذي هذي جلد قريبا وهذي سفنج هذي الجلد أتوقع أنها عازلة للصوت أكثر من السفنج لكن السفنج مريح طبعا هذي ماذا القطعة هذي هذي القطعة هذي هذي القطعة شوفوا هذي يوس بي تحول اليوس بي إلى منفذ اللي هو مايكروكستي متش اسمه هذي اي اوكس اي اوكس منفذ اي اوكس هلا طبعا يجي معها حقيبة او جراب حلوة ملمسه حلوة يعني لكن ما علينا منها شوفوا اللي داخلها الان عندنا هذي القطعة المايك حقه المايك تمام راح نجربه واريكم كيف جودة الصوت فيه تمام وايضا سلك للسماعة تمام سلك لمايك لمايك او مدري والله وش اشوفوا فيه قطعة كثيرة تمام هذي القطعة تحول الواحد الى اثنين تمام هذي يعني يكون للميكروفون وهذا يكون للسماعة تمام وهم هذي القطعة هذي ما ادري وشي لكنها تجي بزر للتحكم اللي هو تخفض الصوت وتوطيه تمام فهذا جدا جميلة يعني عجبتني فكرة لكن ما ادري ليش حاطين نوعين من هذا اتوقع ان هذا مايك او شي شوفوا من هنا فيه شي هنا تمام توقع مايك او شي والله اني ما ادري ها شوفوا هنا حاطين علامة السماعة وهذا جوال اه هذا للجوال تمام يعني فيه واحدة للجوال تمام واحدة هذي للكمبيوتر توقع كذا ما ادري تمام وعندنا المايك مثل ما قلنا عندنا القطعة هذي اللي تحول هذي للجوال هذي عفوا كمبيوتر هذي تمام اللي هو منفذ الصوت ومنفذ المكرفون طبعا طبعا يقولون انا شفت تعليقاتهم يقولون ما ننصحكم بالسلك الموجود مع السماعة لانها مو بزين يقولون اه ما ادري واحد كاتب تعليقات هالشي هذا يقول اشتر يعني اسلاك خارجية لكن ما ادوش يقصد هل هي يقصد من ان متانة السلك انه يتعطل او شاي ما ادري لكن فيه تقدر تشتري اسلاك خارجية مثل هذا طبعا الحين خلاص عرفنا مكونات الصندوق هذا راح اجرب السماعة وعطيكم تقييمها تمام وراح نجرب المكروفون ونشوف جودة المكروفون فيه الان الان راح اعطيكم تقييم بصوت المكروفون اللي انا او بصوت مكروفون السماعة هذه تمام مع التقييم طبعا اللي تسمعونها الان صوته المكروفون اللي مع السماعة السماعة صراحة ان استمعت لها وشفت فعلا السلك فيه مشكلة اه صوت الميكروفون مبواضح صراحة سعرها يعني مبالغ فيه الاكثر مما تصورتها يعني فهذا تقييمي يعني انا شوف انها جدا سيئة يعني صراحة ما انصحكم فيها في خيارات بهذا السعر افضل من هذه السماعة